السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا كده ان شاء الله يا رب. سمي بالله وانصال على سيدنا محمد عليه السلام. صلوا عن نبي حبايب قلبي حطونا اللايك الجميل بقى منكو كده. واللي بيشوف كناتي الاول مرة يشترك فيه وحطيلي اللايك حلوة عشان الكتاكيت الحلوة اللي قدامكو دي. المهم? النهاردة طبعا ايه? زي ما بنعمل برضو خلطة الكتاكيت البيضة. لازم نعمل مشروب حلو كده ايه? يديهم طاقة كده وباور وايه? ويكون في فيتامينات وحاجات ايه جميلة تخلي ايه نفس الترير وتتفتح على الاكل وعلى الشرم. الله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا بلعب الكتاكوت الحلوة الجميل ده. انا هو ديك على فكرة شكله ديك كده. المهم ايه? طبعا ما ليه طبق مية زي ما انتم شايفين كده? وعملالهم بقى النهاردة ايه? مشروب حلب كده حطهولهم ايه? على الماء. طبعا الايم اللي فاتت دي كلها. انا كنت بحط لهم برضو ايه? مشروبات تانية زي براء الجوافة على النعناع على الراحان. اه طبعا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يديتهم الجرعة اللي هي بتاعت تغيير العلف. اللي هو مضاد السمو لمدة تلات ايام. طبعا دي مهمة جدا. لازم قبل تغيير العلف نحطها لهم. عشان الفراخ ما يجلهاش اسهال. وطبعا انتم عارفين احنا بنحط الربع خشن والتلات اربع ناعم بالتدريج بنزود ايه? العلف الخشن ما بنحطوش مرة واحدة. طبعا هم عطشانين من الصابريل لما عملوهم ايه? الخلطة ايه الجميلة بتاعتهم. طبعا هم مجننيني في الوقت ده عايزين يطلعوا من وراي من عند الباب كده. ساعات باب قاعدة بصوا لايه فرخة منهم برا. المهم ايه? بصوا بقى الجمال. بصوا شكل المشروب تحفى. يفتح النفس. صلوا عن نبي حبايب قلبي. المشروب ده. بنجر. مطحون في الخلاط. على بصلاية. على فصين توم. على معلقتين خل. كله دوت. على المونة. كله فرمته في الخلاط. وروح تواخده ايه? العصارة بتاعته دي. طبعا هنا تقولي ايه? هو انت كل ما تيجي تعمل له ما تعمل نفس الهيسة دي. لا انا بعمل يجي نص كيلو بصل كده مرة واحدة على بنجراية كبيرة. على مسلا شوية خل على خمس ستة لمونات. كل ده في الخلاط بطحنه كده. او لو عندك كاب بطحني فيها. واروح ايه? واخده العصارة بتاعته المية دي وحطها في ازازة بباب التلاجة وباخد منها للطيور كلها. طبعا ايه? هحط منها ايه? للفراخ على المية. هتحط منها دم زودة مية مش خام على فكرة. ولو زودتي خام مش هيدور الطيور في حاجة. طبعا احنا عارفين البنجر والفيتامينات الجمدة اللي فيه. وزي ما قلنا قبل كده مية البصل والتوم واللمون وكل الحاجات دي مضادات للامراض وجميلة جدا. المهم ايه? دا لقتلهم كل الكمية هو. هتطالهم على على الطبق كله. بسم الله ما شاء الله. يعني انا بيتها قدامهم. في اليوم ده. طبعا ايه? مع انا بقى النهار ده ايه? الخميرة طبعا على المية بتتخليهم ايه? يسحبوا في الاكل اكتر. حطي مية على حطي خميرة. على المية بتاحت الشرب. وممكن ما تحطيش على العلف. عشان العلب بتتوه منك في قلب العلب ما بيلقطوهاش. الا بقى لو نمشتها بحبة مية ايه و لزقتها في العلف كده. تلزق في العلف يعني. المهم ايه? حطت لهم المية في السقايات. طبعا المية دي ما برداش انام للسقايات او اللي بقى. عشان المية فيها بصل وفيها توم. مش عايزها انا تلعد فترة طويلة قدامهم. حتى تلاحزت لها ايه? حبات صغيرة في السقايات مش كتير. فطبعا انا عايزهم يشربوها ايه? يعني في قرب وقت على طول. عشان اشيل السقايات واخسيلها لحط مية نظيفة. طبعا دول حبة صغيرين في العلف السقايات التانية. وطبعا انا كنت مأكلهم بقى وحطا لهم الايه? الخلطة اللي انا بعملها لهم كل يوم. ده كان يا حبايب قلبي اليوم تقريبا التسعتاشر. ليهم. عشان انا بصور الفيديو ما بنزلهوش على طول. يعني بنزل ساعات بيبقى عندي فيديو قابلي بنزله بكده ايه? عشان يبقى ماشيين ايه صح? ايه خطو خطو. عندي فيديوهات كمان للطور التانية. فايه? بنزله. بصوا انا قاعدة هو واقف جنبي عمل ايه? مش عارف اتكلم منه. عمالي نقر في ايه دي بقى وانا قاعدة. اه بتاخره برا وعايز كل ده يخرج من وراي. بس بعينك مش هتشوف الباب. ما بيصدقوا يعني دلوقتي لك كنت بصور الفيديو ده بالليل. وطبعا هم ايه عايزين يخرجوا من ورايا? لو خرج في الضلمة بقى البط مش هيسيبه هيكله برا. وانا مش اخد بالي منه عشان الدنيا ضلمة برا فممكن ايه يتوه بقى والبط ايه? يعاد عادوا على النهار ما يطلع مش هلاقي الفرخاء دي خالص. المهم ايه? صلوا على النبي حطونا اللايك الجميل. طبعا انا ديكم شايفين بسم الله ما شاء الله احجامهم مش وحشة حلوة. وانا يعني غيرتنهم العلف. لما لقيت حجمهم بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله حلو. هو المفروض الفرخ بيعد نص كيلو. انا بصراحة ما وزنتش. بس هم ايه يعني فيهم نص كيلو فيهم اقل من نص كيلو. هم بسم الله ما شاء الله حجمهم حلو. اه بس سيار كاميرا مش جايب حجمهم بالزبط يعني التليفون. المهم نحمد ربنا. اه يعني احنا عايزينهم يوصلوا لاتنين كيلو. في الحر ده يا جماعة والجو ده. الجو مش منتظم. يعني ولا هو برد ولا هو حر. وبالذات فوق السطح. بيبقى مش مزبوط نهائي. يعني لو عندي انت مربية في شقة في ارضي. او في مكان مسلا مسقوف له سقف. اه فوق السقف خشب عشان آآ عشان خشب رؤية فبيعملهم سخونية بيبقى فيه حر. فطبعا انا فوق مش عارفة سيطر ايه على الجو ويزبطه. بيبقى بالنهار ولعة. وبالليل بيبقى برد. فيارب ايه يتعدي بس معي على خير. انا بتمنى ان الدورة دي تعدي على خير. مش عايزة اكتر من كده. المهم ايه? انا بحط لهم المية وحط لهم الاكل وافضل قاعدة ايه قدامهم شوية كده. اشوف بقى ازا كان في فرخ ما بيكلش فرخ كسلان فرخ يعني مش نشيط كده. برضو ايه? يعني اخد بالي من الطيور ايه? عشان ممكن الواحد يبقى قاعد معهم كويسين وتصبح الصبح تلاقي حاجة ايه? فيهم ميتة. فيعني ايه بقاعدة ايه? بقول اخلي بالي ايه اشوف لو في حاجة تعبانة في حاجة كده في حاجة بتعمل خروشة من صدرها الحاجات دي. في اسهالات الكلام ده. المهم بتحتهم نضيفة هو الحمد لله. يعني حاجات بسيطة اللي هي عايزة الشال بس من على الوش كده. وبسم الله من شاء الله هم ايه? يعني اول ما غيرت العلف. هو ده يعتبر ايه تاني يوم لتغيير العلف. ما كانوش آآ عايزين يياكلوا فيه قوي. الحمد لله بدأوا ايه? بس هما دلوقتي بيرقتوا الخائد نعمة. يعني هما انا بلاقي العلف سايبين الخشن شوية كده. ووكلين النعم. بس ان شاء الله مع الوقت ايه? هيكلوا. وبعدين العلف اللي هو الدرجة التانية اللي هو واحد اللي هو تاني مرحلة اللي هو واحد وعشرين ده. آآ يعني كله غزة بيكبر الفرخ. ما فيش ما فيش فيتامينات. آآ كله غزة يعني ايه? بيكبر الفرخ بيخليه ايه? يزيد وزنه. ده ده زيادة الوزن يعني. يا رب بس يسهل ايه? والعلف ينزل شوية عشان توعفين الفرخ البيضة في اكل العلب بسم الله ما شاء الله يعني. آآ الواحد بيحاول يدبر يعني بصوا انا ما بحط العلب بيبقى خايفة حبيتين يقعوا في الارض. عشان انا مش عايزة هدر بصراحة خالص. حتى اللي بيتبقى قدامهم بيبقى في حبة نعمين كده ايه? من اكلهم وفارقوهم فيهم كده. فبمسكهم اخشينهم تاني بالبصل والحاجات اللي بحطها لهم الخلاطات دي. عشان ياكلوهم. ما ينفعش نرمي حاجة في الغلو دوت نهائي. عشان بس ايه? نطلع من اخر الدورة ان شاء الله ما يبقاش ايه? في خسائر معنا. ما يبقاش فيه يعني ما ايش احنا خسرانين. لما احنا نمشي صح ونحط العلب بطريقة صح وما نهضرش فيه وما نرميش بالزيادة يعني نحط الطقة اللي ياكلوها ولو حطينا عليها بصل وتوم ولوون يبقى ما نكترش في العلب نحط حاجة على قد واجبة ياكلوها في ساعتها. عشان ما تقعدش قدامه المعامل قعدت قدامه معاملة ريحة وحشة ما انفعش تحطينا الطيور تاكلها تاني. فبالتالي هترمي ايه? هترمي بقى اللي انت اللي فيه البصل والطوم ده. لا حرام الواحد يا جماعي من كميات غيرها. عشان بس ايه? نمشي امورنا. اه انت عارفة بتدبر نفسك ازاي وتمشي نفسك ازاي? جبتي حاجة ربيها لازم تبقى قدها. عارفها هتأكلها ازاي? هتصرفي قد ايه? هات امكانياتك انت ايه? يعني انا ما جيبش كميات لما بعرفها امكانياتي. ليه بقى? عشان انا زي ما قلت لكم قبل كده انا غلطت وجبت كزا نوع من الطيور. فطبعا انا ما بقدرش اتكلم دلوقتي اقول له انا جيبت ولا ما جيبتش عشان جوزي ما ايه ما اعملش معي اخناق. فبسكت. بأكل على قد ما اقدر حتى لو انا معايا فلوس بتاحت انا بجيب بيها لحد بس ما عدل ما حد ومش هعمل الموضوع ده كده تاني مش هجيب الطيور دي كلها. بعد كده هجيب حاجة على قد. حاجة بحاجة. ممكن ان شاء الله في دخل رمضان نجيب بقى ايه دورة بط حلوة كده. آآ نجيب مسلا شوية فراخ تاني. لكن فراخ بلدي كفاية قوية كده عندي مش هجيب تاني بلدي. حلوين اللي عندي الصغيرين دول يجبروا. وربنا يبارك فيهم. ورب ايه? يبارك للناس كلها في طيورها وفي حاجتها يا رب. ودعونا بالبركة حبايب قلبي. وزودوا من لايكات يا حبايبي ما تنسوش. عشان الفيديو والله بيبقى حلو جايب مشاهدة حلوة معقولة يعني. ومبقاش جايب لايكات. عشان ايه يا رب يا ربنا يكرمنا كده وكنواتنا تكبر كلها كل اللي عامل كنوات صغيرة يا رب تكبر يا رب. ويرزق الناس كلها ويوسع رزقها يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. وصلوا على النبي حبايب قلبي.